يمكن لكابتن حسام برضو أيا الجيل حضرتك الجيل ده حقق مركز رابع من سنتين رابع عالم فطبعاً الجيل ده بروميسين جداً أو واعد جداً أنه على المستوى الكبير لو تم إعداده بشكل جيد ممكن يحقق لمصر مدالية حتى في كأس العالم أو اللونبيات ليه ما نحلمش طبعاً يعني هو الموضوع بيبقى خطة موضوع من الاتحاد ومدربين المنتخب بيلتزن بيها طبعاً النادي وكل اللعباء في كل الأندية مش الأهل بس سواء إذا كان في الأهل أو في الزمالك أو في أي نادي تاني والخطة ديت طبعاً كلنا بنشارك في إعدادها علشان نوصل نحن نحاول حتى نحقق مركز كويس في الأولمبياد الأولمبياد طبعاً قريبة في توكيو الحاجات ديت كلها بيبقى يعني كلها هي اللي هتساعدنا أن نحن نعمل بالجيل ده حاجة كويس طب ركبت أنه هو الجيل نفسه نفس اللاعبين ونفس القوام هو اللي فاز برابع عالم هو هو بالزبط ما فيش اللاعبة اتغيرت النفس اللاعبة اللي كسبت في البطولة العالم رابع هي نفس اللاعبة بس الجاز الفني بتاعي اتغير الجاز الفني طبعاً اتغير كان موجود كابتن حسن الحصري دلوقتي كابتن هشام هو اللي ماسك المجموعة ديت والحمد لله يعني مستهوم مبشر جداً في المطشن اللي فاتوا وعملين شغل كويس جداً طب كابتن خلينا نتكلم عن مباراة التالة والرابع يمكن احنا كسبنا الفرقتين يعني كسبنا الكونغو الديمقراطي وكسبنا الكاميرو بس يمكن الكاميرو خدت مننا شوت هل حداك تفرجت على المباراة هل شفت مثلاً يعني الكاميرو عندها طفرة للفترة الفاتت دي في الفوليبول هل يعني حتى على مستوى الاندية مش بس المنتخبات المباراة كانت صيرها ازاي كانت عاملة ازاي المباراة يعني كانت سهلة جداً كانت ممكن بسهولة تطلع تلاتة صفر يمكن حصل بعض المشاكل في شوط التالت مشاكل في الاستقبال شوية الاستقبال اللي عندنا اتهز كان فيه نقط قوة في مركز في 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 فرقة الكاميرون هم ركزوا عليها جداً احنا كان عندنا مشاكل فيها خصوصاً من نص الملعب في الموجة التالتة الضربة من ستة كان اشتغلوا عليه كتير احنا معرفناش نوقفه يمكن انا ما اول بتعرف تتصرف القوار بتعرف تاخد بلوكية بتعرف صدوم. يمكن دي برضو كانت من العوامل اللي خلت منتخب مصر يخسر شروط. يعني يا كابتن كنا دائماً أبداً بنشوف في المستوى الأفريقي بالذات في القرى الطائرة. كنا نشوف إمكانات بدنية. آآ جنب قوة تحمل آآ يمكن. بس ما كناش مجلأ الناحية الفنية. الاستقبل كان بيبقى ضعيف جدا. آآ الارسلات كانت بتبقى ضعيفة جدا. يمكن الحاجات دي بتهيألي بدأت تتطور في القرى الأفريقية. طبعاً يعني آآ الاتحاد الدولي ما ما سابش حاجة في آآ في الفولي غير لما عمل لها دراسات كبيرة جداً وكمية المحاضرات آآ اللي كانت بتتعمل في آآ افريقيا وبتتعمل حتى في دول آآ آسيا آآ كبيرة جداً فالمدربين غصباً عنها بتتفرج وبتتعلم بتشوف إلي بيحصل بتحاول تواكب العصر شوية في الفولي الحديث آآ الجن بقى بيخلص بسهولة جداً بسرعة جداً فكل كل نقطة كل غلطة بتحسب عليك فالفرقات بدأت بقى قرايبة جداً بين الفرق فهنلاقي طبعاً فرق كثيرة بقت مستوى طالع آآ فرقة الكاميرون فرقة ناجيريا لو كانت موجودة آآ في برضو جنوب أفريقيا من الفرق الكويسة طبعاً آآ بالإضافة للجزائر وطونس يعني بأفريقيا دلوقتي بيتش سهلة زي الأول صحيح الدنيا بقت صعبة اللي هيتعب و هيشتغل هيلاقي إنما تستنى ان الفرق تخسر لا مش هنلاقيه الفرق بتخسر